الحقيقة أعلانات أو تصريحات هاية الأركان الأوكرانية تحدث عن ما يقارب 25 ألف قتيل من الجنود الروس تحدث عن آلاف من المعدات مجمعة ما بين ناقلات جند، ما بين مدرعات، دبابات، طائرات وغيرها ومدافع وغير ذلك كيف تعلق على هذه المشاهد التي ترى اليوم موساد أحمد؟ خسارة الروس الروس تورط ورطة خطيرة لم يتورط مثلها منذ 100 سنة ورطة بكل معنى الكلمة هناك أصحاب نظرية المؤامرة يقول لك هذا فخ نصب لهم الأمريكان استدرجوهم والحلف الناتو استدرجوهم أنا أرى غير ذلك أنا أرى أن الروسي ظن أنه يحتل سوريا وأنه صار عنده قاعدة على مياه البحر الأبيض المتوسط وهذا بالنسبة للروسي اللي عايش بالجليد والقطب الشمالي شيء من الجنون أنه صار عنده ماء في البحر الأبيض المتوسط شيء خرافي يعني فكبر رأسه وصدق نفسه أنه هو بطل إضافة إلى لما أخذ شبه جزيرة القرم ما كان في مقاومة مطلقا فظن أنه الموضوع سهل وقال لك أنا أدخل بأخذ أوكرانيا كلها وكان حسابه خاطئ كان حسابه خاطئ يعلم يستدرجوه ومن ورط نفسه ما بعرف ما بعرف وكل محلل سياسي يجزم في أمور غير مؤكدة يجب أن تحسن لكن أنت ترجح هذا ترجح أنه ورط نفسه أنا أعتقد أنه حساباته كانت غلط ونغر غرور شديد ومثل ما قلت لك من مئة سنة روسيا لم تدخل معركة جيش مقابل جيش في سوريا ما كان فيه معركة يعني المقاتلين السوريين ما عندهم ولا طيارة ما عندهم دبابات ما عندهم صواريخ عندهم مواريد وعندهم بعض مضادات الدروع وما فيه دروع روسية على الأرض فيه طائرات كان قصف 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 ما فيه مضاد طائرات ما فيه مضادات ولا أي نوع من أنواع المقاومة نفس الكلام اللي حصل في الشيشان الشيشان ما عندهم جيش ما فيه عندهم قوات فللمرة الأولى من 100 سنة يقابلوا جيشا وللمرة الأولى يقابلوا لوحدهم يعني بالحرب العالمية الثانية كان عندهم 15 جمهورية سوفيتية وكان عندهم أمريكا وفرنسا وبريطانيا ولا كانوا الألمان أكلوهم للروس ومعت في شيء اسمه روسيا حاليا لو ما وقفوا الأمريكان والفرنسيين والبريطانيين وشعوب الاتحاد السوفيتي مع روسيا ستحتف روسيا تسعى بهذا النصر عن متى النصر على ألمانيا كما كان وكان مكرر أنه نهاية الحرب ولكن ما في شيء حتى الآن لم يتحقق أي شيء كل المناطق اللي أخذوها الروس حتى الآن مناطق ناطقة بالروسية كلها لسه ما أخذوا ولا قرية أوكرانية ولا قرية ربما خرسون مهمة بالنسبة للروسيا المدينة الأهم التي سيطروا عليها ولكن المدينة روسية يعني هذا اختبار حقيقي سقط فيه بوتين حتى الآن أول خسارة خسر معركة العاصمة مكيح وهذه هي أهم شيء هي الهدف من المعركة لم يتحقق اتنين خسر معركة تغيير النظام ما عد ممكن إسقاط النظام الديمقراطي المنتخب في أوكرانيا وأنا أعتقد هذه مشكلة الروس لكنه لم يعلن أن ذلك هدفاً من البداية ولكن هذا هو هدفه هو هذا هدفه لم يسقط نظر أو لا لسه عم بيحكي لك عن النازيين والنازيين وكلام فارغ يعني ما في نازيين في هذه البلاد ثلاثة معركة تنزع سلاح أوكرانيا وتجريدة من سيادته هذا كله انتهى أقصى طموح الروس الآن هن ياخدوا المقاطعات الشرقية ونحن بنسمع بالإعلام ياخدوا شرق أوكرانيا فنظن أنه رح ياخدوا ربع أوكرانيا لا المقاطعات الشرقية والجنوبية يعني ثلاثة من سبعة وعشرين مقاطعة يعني رح ياخدوا قطعة صغيرة من أوكرانيا ولكن أوكرانيا سوف تبقى وأوكرانيا صارت رمز عالمي رمز عالمي كيف ممكن دولة متوسطة أوكرانيا ليست دولة صغيرة متوسطة كيف تهزم دولة تمثل سودس مساحة العالم هزيمة مزلة